اشتركوا في القناة وارتفاع على درجات الحرارة وأجواء حارة جدا خاصة كما ذكرنا في المنطقة الشمالية بينما تحافظ باقي مناطق المملكة على معدلاتها السنوية مثل هذا الوقت من العام بالإضافة لذلك تتراجع فرص وطول زخات الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية لكن تتأثر منطقة سفوك والمدينة المنورة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي التفاصيل نبدو أهبئة توقعات الجوية اليوم الأحد بإذن الله حيث يسود كما ذكرنا تقص حار في المنطقة الشمالية درجة الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بينما تكون درجة الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا العام في باقي المناطق وتتراجع فرص الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية يوم الأثنين بإذن الله لا تغيير الحالة الجوية درجة الحرارة ثابتة أعلى من معدلاتها في المنطقة الشمالية حول معدلاتها في باقي المناطق لكن تتأثر منطقة تبوك والمدينة المنورة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تتكاثر على إثرياء الغيم المتوسطة والعالية وتغطو زخات خفيفة وعشوائية من الأمطار بينما المنطقة الجنوبية الغربية تستقر الأجواء يوم الثلاثة أيضا تستمر درجات الحرارة مرتفعة في المنطقة الشمالية تقصحار فيكم من عرعر وطريف عموم منطقة الجوف عموم منطقات الحدود الشمالية وتبوك بينما تحافظ درجات الحرارة أيضا على معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق يوم الأربعة بإذن الله ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية تصبح الأجواء شديدة الحرارة بينما تحافظ درجات الحرارة على قيمها حول معدلاتها المثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق وتستمر حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على منطقة تبوك وأيضا مدينة منورة تغطو على إثرياء بعض الزخات الأمطار الخفيفة يوم الخميس لا تغيير على الحالة الجوية تقصد شديد الحرارة في المنطقة الشمالية درجات الحرارة حول معدلاتها المثلية هذا الوقت من العام في باقي المناطق تعود حالة عدم استقرار الجوي للمنطقة الجنوبية الغربية وتغطو على زخات العديد من الأمطار على كل من مرتفعات جازان وعسير يوم الجمعة أيضا تستمر درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة الشمالية حول معدلاتها في باقي المناطق وتتأثر منطقة عسير واجازان تحديدا المرتفعات الجبلية بحالة عدم استقرار الجوي وتغطو على زخات العديد من الأمطار ساعات الظهيرة والعصر بهذا ننهي أشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة